طيب تعالى أتكلم معاك على مجلس إدارة الشركة المتحدة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيأكد على إيه بقى؟ على نفس الكلام اللي إحنا بنحاول نفهمه لحضراتكم أو نفهمه مع بعض الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة من مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية وكذلك فيما يقدم من محتوى درامي على مدار العام بهدف تثقيف وترفية وأيضا ضحض الأكاذيب نشر المعلومات الصحيحة لخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري دي رسالة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنا هنا هاخدك ونرجع لورى الاختيار ثلاثة ورى ده في رمضان خدت بالك من الاختيار ثلاثة وأكيد أنت خدت بالك تعال آخر تقريبا دقتين أو ثلاث دايق من المسلسل كانوا إيه؟ فيديو حقيقي توصيق عشان ما يجيش حد يقولك إيه؟ لا با ده مسلسل هم اللي كاتبين وممثلين وسيناريو وإخراج وما إلى ذلك طب إيه دي هو؟ قالت ألف المسلسل تعال سمعك مرسي قال إيه؟ تعال سمعك البلتاجي قال إيه؟ تعال سمعك خيرة الشطر قال إيه؟ ببقه صوت وصورة هو أنت فاكر أنه الجزء ده التوثيقي اللي في آخر كل حلقة في الاختيار ثلاثة كان معمول عشان المخرج عايز كده مثلاً فعاوز يستعرض هو بيعرف يشتغل إزاي ويطعم ما بين الدراما وما بين التوثيق واللقطات الحقيقية أو الحياة؟ ده قد يكون جانب ولكنه الجانب اليسير الجانب الكبير هو أن حضرتك تشوف بعنيك وتسمع بودانك من الآخر كده اللي حصل في الحلقة دي يقيناً أهو بصوتهم غير المرغوب فيه وصورهم العكرة تاني ليه المتحدة بتعمل ده؟ ليه المتحدة بتشتغل على معركة الوعي بمنتهى القوة؟ لأنه ده جاي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام في بناء وعي حقيقي الإعلام بالمناسبة يا جماعة بشتى أشكاله الإعلام ما هواش بس البرامج عشان نبضه نبقى متفقين إعلام ده وجزء منه العمل الدرامي هو إعلام يعلمك بشيء ما حتى ولو يعلمك بأنه هناك ضرورة للطرفية فتاني دي رسالة المتحدة هتفضل تقوم بيها وهتفضل تشتغل معك على أنه لا يتم تزييف وعيك بأي شكل من الأشكال